ده أنا عايزك دخلني على فاكرة برونو سافيو ده عشان الثانية طب ندخل ندخل على فاكرة برونو سافيو ندخل على فاكرة برونو سافيو ماشي قبل ما ندخل على كرفة برونو سافيو أنا لما لاجيب باللعيب محترف بياخد فلوس كتير ولعيب برازيلي اللي أنا عارفه لعيب المحترف ده بييجي ياخد مكان أساسي في الفرقة علشان هو أفضل وعنده مقومات وعنده مؤهلات بدنية وفنية ومهارية مختلفة عن أي حد صح فأنا دلوقتي برونو سافيو ما نجحش نجح باهر في حتة أنه يلعب تحت الفرودة عدد لمساته بتبقى ليلة جدا لعب قبل كده على الخط كان كويس النهاردة برضو بيلعبوا على الخط وأفشا كان أفضل بكتير في دور صناعة اللعب ولكن عاوز أوريك كم الكوارث اللي النهاردة عملها برونو سافيو كوارث؟ شفت له كورتين نهاردة كانوا شكلهم الزرافية لأ معي اللي بهده دي برضو يا كريم قرار كان خاطئ جدا سيبك من اللي بهده أنا عاوز لوقتي أخد واحد على واحد أنا جايبك عشان واحد على واحد هيعدي ويروح من أي حد نشوف هنا مثلا أول أول كرة كده في المباراة هنا دي كانت أفشا هنا بيلعب الكرة ديانجو وكان جابها قوية جدا ما بينه بص يا كريم هنا قراره قرار سيء جدا 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 بالكرة بالعرض يعني كان ممكن فيه أكتر من كده بكتير انت خلاص انت جود 18 انت ممكن تاخد وتوقف ولو هتلعب أوفر تلعب أوفر لشادي حسين أو حسيني الشاحات ولكن لعب الكرة بمنتهى السورة طلعت برضو نشوف الكرة اللي بعدها برضو لبرونو سافيو برضو بص أوفر سيء جدا جدا حتى في التكملة والكرة بتتقطع علي معلول بيحاول فيها ولكن بتتقطع نشوف الكرة اللي بعدها نفس الكلام برضو هنا عاوزك تبص على علي معلول هيلعبها برضو هو بتحرق كويس هنا هياخد الكرة بص لوحده استلام سيء جدا جدا والكرة بتطلع أنا يا كريم أنا جاي محترف عشان خاطر يقدر يعملي الفرق في الحاجات دي كلها هنا نشوف برضو الكرة دي اللي كانت بالنسبة لي غريبة جدا ده اللي أنا بقولك عليه هنا علم معلول هيلعب الكرة لبرونو سافيو أقف أقف معلش أقف أقف معلش أنا جاي ببرونو سافيو عشان واحد على واحد والفيديوهات اللي شفناه له وبرونو سافيو بيرقص ومهاري بص يا كريم هيتعمل في الكرة ازاي نكمل الكرة نكمل الكرة ولا أي حاجة والكرة بتتقطع بمنتهى السهولة وقراره كان سيء وقراره كان بطيء جدا بعد معل معلول حطه في واحد على واحد هو بلا بستلم الكرة ويبص بقوا بلتنين عليه نبص برضو على الكرة دي هنا برضو يا كريم لوحده واقف تاني يا كريم واقف تاني واقف تاني كرة دي شفناها فين قبل كده ماتش الزي مالك والسوبر وكان هو بيقول إن مميزاته إن هو بيقدر يعمل الفنت وبيحط كرة R2 أو بلسنج زي ما بيقول بص يا كريم الراجل بص حط واحد على واحد في الحتة اللي هو عاوزها وفي الحتة اللي الناس كلها بتقول إن الراجل ده برازيلي وقدر يعدي واحد على واحد ومحترف نشوف بروني صافي وقراراته الغريبة نكمل الكرة بص يا كريم زي ما يكون فيه عدم ثقة انت بتلعب أوفر ليه؟ انت محطوط واحد على واحد ده حتى فيديوهات الجايانة من بوليفار أصلاً هو بيعرف يعمل دي كويس قوي بالضبط وإنت جاب أصعب منها في نادي الزمالك وفي مباراة جاميرية ومضغوطة أكتر دي كرة توضح لك عدم الثقة إن أنت واحد على واحد وحتى كمان لو أنت تطلع لبرة طيما تحط بلسنج ولكن هو لعب كرة صعبة جداً لشاد حسين عشان تطلع نشوف برضو كرة التانية برضو هنا الكرة أنت بتكلمني عنها تقريباً اللي هي اللي عبها بدماغه عمد هاني كان رائع النهاردة بصراحة قدر عاوز أقول لك كريم بقى بص يا كريم الكرار ده يا كريم الكرة سيئة جداً 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 نرجع بقى معلش الكرة دي كمان بص يا كريم نقف هنا معلش نقف لحد ما تبدأ تنزل عنده هو واخد الكرار ونقف ألعبها بدماغه وأول حاجة ما قدرش ألعب بدماغي من زاوية وأنا بعيدة عن الجون كامل يعني انت بتكلم في سيكس ياردو حوالي سبعة تمانية متر وهلعبها بدماغي وكرة جاية باللونة فهي عاوزة توجيه بطريقة معاناة وانت مش هماية صبرات الجزاء بص يا كريم هو لو استلم أو وانتتش لعبها لشادي حسين بص شادي حسين فين أو لحسين الشحات اللي جاي من ورا ممكن فيه تلت حلول شادي حسين وحسين الشحات ويستلم لعبها بسهولة جداً 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 بدماغه وحتى لو كان جات في وسط جون كانت هتتصد من محمد بسام نشوف الكرة اللي بعدها تقريباً هتبقى اخر كرة في الشوت التالي تقريباً برضو هنا نفس الكلام لسه في كرة كمان برضو كريم بيحاول يقوتهم لجوه مفيش فايدة نشوف الكرة اللي بعدها برضو اللي كانت مهمة جداً واللي بعدها ها دي كرة دي كان في ديئة تمانية وخمسين علي معلول بصراحة يعني لعب كرة بص بص كريم رجل وقراره الغريب جداً 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 مش باصس ولاعب اوفر 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 بعد دي بتلت دايق بالزبط الرجل سحبه فبرونو سافيو كان النهاردة مشكلة كبيرة جداً وبقول لك قراراته كانت كارثية في الواحد على واحد